ثلاثون نور كلما ثقلت عليك الطاعة تذكر بأنها أنيستك في قبرك يقول ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في القلب شعص أي تمزق لا يلمه إلا الإقبال على الله وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله وفي القلب خوف وقلق لا يذهبه إلا الفرار إلى الله ويقول صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع وهو في الفردي الذي نصليه كل يوم خمس مرات فقد تدركنا المنية بين الفردي والفرد وربما في الفرد نفسه وقياسا على ذلك صم صيام مودع تصدق صدقة مودع أخلص في كل طاعة وعبادة وجاهد لتجعلها تامة كما لو كانت هذه الأخيرة فربما كانت الأخيرة واستكسر من الخير الناشئت في أيام مفتحة بها أبواب الجنة أنت اليوم تدخر لآخرتك وغدا تجنيها والله تعالى يقول إن لا نضيع أجر من أحسن عمله فأحسن في كل عبادة بإخلاصها وتمامها كما لو أن الله أمامك إن تحصرت على ما فردت في السدسة الأول لأغبرك أنك لا تزال أول رمضان ولا تزال تملك فرصة الوقت للتغيير لإغتنام ما بقي من أيامه ولا يعني أنك في أول رمضان أن تسوف عمل اليوم إلى بقية أيامه قد يكون كلامي هذا آخر ما تسمع واسألني متى بإمكانك أن تتغير لأجيبك الآن